حيو الهجل المغمراتية حي مركوب الثلاء الخير والبركة نحييكم اجمل تحية صباحية هنا في ميدان الوقان لسباقات الهجل العربية الاصيلة ومع انطلاقة سن الحول متابعين الكرام المحليات الاصيل من مسافة الخمسة كيلو مترات في هذا اليوم يوم السبت هناك ايضا متابعين الكرام الرابع عشر من شهر تسعة لعام الفين وتسعة عشر للميلاد ينطرق هذا الشوط متابعين الكرام ضمن شارة الديوان الاولى متابعين الكرام مشاهدين الاعزاء التي تنطلق بتوجهاتهم من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الناهيان رئيس الدولة حفظه الله تعالى ورعاه واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ومتابعة ودعم كبير واهتمام من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الناهيان ولي اهدي ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة حفظهم الله تعالى ورعاهم هكذا ينطلق هذا الشوط الاول حامل لنا في طيات الحول المحليات الاصيل من مسافة الخمسة كيلو مترات اذهب مباشرة الى الشعار بالزفنة من يقدم لنا هذه الانطلاق الرائعة والجميلة من خلال تواجد سودة من خلال تواجد هذا الاسم واندفاعة هذا الشعار على الصدارة المتابعين الكرام وهناك سلهودة مشاهدين العزاء لسالم بن مسلم بزفنة العامري بينما الوصول من لخميسة العلي بن حمد بن علي العامري يتقدم بن حوشي على ثاني الاسماء مقدما لنا هذا الاسم ومقدما لنا لخميسة مع المركز الثاني حيث الدخول على ثالث الاسماء والقادمة في هذه اللحظات الشهنية لسعيد بن مخيد بن نوبي العامري يقدم شعاره على ثالث الاسماء بينما المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات والقدوم متابعين الكرام والقادمة في هذه اللحظات لغزيلة لمحمد بسهير العوية العامري بينما الدخول والتسلل في هذه اللحظات مشاهدين العزاء متابعين الكرام والقادمة هملولة لسالم بن حمد بنطبع العامري على خامس الأسماء بينما سادس الأسماء التدخل في هذه اللحظات من شعار بن رملي مقدما لنا هذا الانطلاق ومقدما لنا الوثبة على سادس الأسماء بينما سابع الأسماء هناك الوثبة الأخرى لناصر بن حمود بن حمد أيضا العفاري بينما الوصول على ثامن الأسماء ويأتي شعار أيضا هزاع بن سعيد بن هزاع الكلباني هنا يقدم شعاره على متابعين الكرام على ثامن الأسماء بينما تاسع الأسماء والمركز التاسع وصف لمطر بن حمد رعي الشيقة العامري بينما تاسع الأسماء أو عاشر الأسماء القادمة في هذه اللحظات مشاهدين أهل أعزاء متابعين الكرام بنت صغان لمحمد بن حمد بن يطبع العامري هذه النتيجة للعشرة الأسماء المتقدمة الباحثة عن الفوز والانتصار في أسبوع يجمع الكبار في أسبوع يجمع هذه الأسماء الرائعة والرنانة التي لها حضور لها جمهور لها متابعين لها محبين لها أيضا متابعين العزاء أيضا متلهفين من خلال هذه الانطلاق مشاهدين العزاء متابعين الكرام عودتنا إلى الصدار عودتنا إلى مقدمة الشوط متابعين الكرام إلى سلهود وسالم بن مسلم بالزفن العامري من يضبط يقاع هذا الشوط حتى هذه اللحظة من خلال انطلاقة هذا الشعار واندفاعت سلهود على الصدار هلولة بينما الأخميسة هنا متابعين الكرام هنا على ثاني الأسماء ياتي على علي بن حمد بن علي العامري مقدما لنا هذا الاسم العريق هذا الاسم المميز وهي الأخميسة على ثاني الأسماء بينما المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات والقادمة بهذا الشعار الوثبة تتقدم على ثالث الأسماء يتقدم بالرملي على رابع الأسماء بينما المركز الخامس ياتي شعار بن نوبي يقدم لنا هذا الانطلاق الرائع والجميل من خلال تواجد هذا الاسم متابعين العزاء وتتواصل الشاهنية لسعيد بن مخيد بن ناصر بن نوبي العامري بينما خامس الأسماء القادمة في هذه اللحظات هملولة لسالم بن حمد بن يطبع العامري هذه الأسماء وهذه الانطلاق المميزة بينما الدخول أيضا من شعارك يا بن حمود من يقدم لنا هذه الانطلاق الرائع والجميل على خامس الأسماء على خامس الأسماء هنا مشاهدين أو سادس الأسماء نعم بالفعل يقدم لنا مشاهدين العزاء شعاره على سادس الأسماء من خلال أيضا تواجد الوذبة ناصر بن حمود بن حمد آل عفاري بينما الوصول الوصول في هذه اللحظات من الغزيلة يقدمها محمد بسهير على العوية العامري بينما الوصول الآخر مشاهدين العزاء والقادمة في هذه اللحظات وصفة لمطر بن حمد راعي الشيقة العامري بينما الوصول الآخر مشاهدين آل عزاء والقادمة مرمرة لمحمد بن صالح راعي الطيره العامري يقدم لنا مشاهدين العزاء شعاره من خلال هذا المسار وهذا الاندفاع بينما الوصول الآخر شعار الكلباني يقدم لنا الحذرة هزاع بن سعيد هناك هزاع بن سعيد بن هزاع الكلباني على عاشر الأسماء هذه النتيجة للمرة الثانية ونعود إلى الصدارة الأولى إلى مقدمة الشوط والكيلو الأخير الكيلو الخطير هناك مشاهدين العزاء عودتنا إلى الخميسة وإلى سلهود إلى شعار بالحوشي وشعار بالزفنة يقدمون هذا العرض يقدمون هذا الانطلاق هنا متابعين العزاء على الصدارة الأولى والمقدمة هلولة لخميسة على الصدارة لخميسة مع المركز الأول يقدمها علي بن حمد بن علي العامري على الصدارة هلولة على المركز الأول بينما ثاني الأسماء سلهودة لسالم بن مسلم بالزفنة العامري قادم مع المركز الثاني يقدم لنا سلهودة من خلال هذا الاندفاع الرائع والجميل مشاهدين العزاء ولكن لخميسة هنا متابعين العزاء على الصدارة هلولة ولا زالت الأداء التلقائية حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة سالهودة والخميسة واللحظات الأخيرة الأربعمية متر الأخيرة الأربعمية متر المثيرة الخطيرة الله يا الخميسة الخميسة على المركز الأول سالهودة سالهودة قادمة قادمة بشعار بالزفنة مشاهدين العزاء في اللحظات الأخيرة في اللحظات الأخيرة سالهودة والخميسة ولكن الخميسة لا زالت على الصدارة على مقدمة الشوط سالهودة والخميسة وخط النهاية هنا متابعي الكرام خط النهاية سالهودة بزفنة تهانينا والناموس متابعين الكرام مشاهدين العزالي سالم بن مسلم بزفن العامري على الفوز والانتصار المركز الثاني الخميسة العلي بن حمد بن علي العامري بينما المركز الثالث مشاهدين الأعزاء متابع الكرام الوثبة العلي بن رملي بن محمد بن مطل العامري بينما رابع الأسماء المركز الرابع وصلت الوثبة لناصر بن حمودة بن حمد العامري بينما المركز الخامس خامس الأسماء مشاهدين العزاء مرمرة لمحمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري إذن تهانيتنا مشاهدين العزاء متابعين الكرام لمالك سودة سالهودة سالم بن مسلم بزفنة العامري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار والتوقيت الزمني كان أيضاً ثمان دقائق ستواني ثلاثة وسبعون أيضاً جزءاً من الثانية تهانينة والنموس